خلينا بقى نروح لفريق كرة القدم فريق كرة القدم مازال في راحة من بعد مباراة الجونة ولكن تنتظره تحديات قوية وكبيرة بالمناسبة قبل بس مبدأ التحديات القوية والكبيرة والكبيرة اللي هتحصل للفترة اللي جاي هناك البعض معترض على ان النادي الاهلي أو ان ميستر كولر ادى اللعبين اجازة اسبوع طيب هل حضراتكو تعرفوا ان خلال هذا الاسبوع هما 3 تيام راحة او 4 تيام انا اسف راحة سلبية فقط يعني ايه يعني الـ 4 تيام ده حاجة جائزة ممكن تاخد 4 تيام كلنا الحقيقة كنا بنشوف او بننتظر ايه اللي هيعمله كولر ولكن 4 تيام راحة سلبية وفيه لعبين وفيه لعبين 3 تيام وحيبتدوا من اليوم الرابع يطبقه نظام تدريبي بشكل معين صباحا في بعض الاوقات او بعض اللاعبين هيعملوا حاجات صباحية وحاجات مسائية الجدول مبعوط لكل اللاعبين اللي هيبدأوا يعملوا هذا الامر الجدول مبعوط لكل اللاعبين طبعا لان كل اللاعبين هتبدأ من بعد اليوم الرابع ان هي تعمل جدول معين تم الاتفاق عليه مع اللاعبين ما بين اللاعبين والجهاز الفني وما بين مخطط الاحمال ان هو ده هيبدأوا بيه وسيتم اختبارهم عليه بعد نهاية الاسبوع انا بس بحكي لحضراتكم لان انا سامع كلام كتير بخصوص هذا الامر واني ناس تقول لك اصله ده اسبوع كتير فاكرين لما موسيماني قد ده اللاعبة اسبوع والعشر تيام في وقت اقل من كده وبعدين رجحهم على قبل مباراة الربطة والكلام ده كله اجمع الفارق واضح ان هناك تنظيم هناك ادارة هناك شكل معين الراجل عايز يعمله الراجل عايز ياخد اكبر قدر من الراحة وفي نفس الوقت هناك بعض اللاعبين اللي حيلتزموا بتدريبات معينة خلال الاربعة ايام او التلات ايام القادمة او التلات ايام الاخيرة في الاجازة فبالتالي انت لما تشوف كده هتجد ان الاجازة هل بقى لحضرتك الاجازة ما بتبقاش من الجري بس الاجازة بتبقى من التفكير الاجازة بتبقى من ان انت جاي النادي وحتغير وحتشوف زمايلك كلهم اللي بتشوفهم كل يوم وحتشوف عمال غرفة الملابس وحتشوف الناس اللي موجودة والناس اللي مسؤولة كل ده كل ده روتين يومي كل ده روتين يومي الروتين ده انت محتاج ان انت تريح منه شوية لو رحت الجيم اي جيم جنبك هتعمل حاجة هتشوف ناس جديدة هتلاقي نفسك مختلف لما ترجع من التدريب او لما ترجع من الاجازة هتلاقي نفسك مختلف وحسأل الكابتن محمد يوسف في هذا الامر ويقول رأيه طبعا لكن اللي بقول لحضرتك يعني محل الشجمعة الحاجات دي احنا كنا بنشوفها وبنعملها كان نفسنا الاجازة تبقى طويلة وما نروحش النادي وما ننزلش الملعب ولكن نتمرن في جيم نتمرن في اي جيم وكان بيحصل مع ايامنا يعني اما كنا بنلعب كان بيحصل هذا الامر برضو كان جوزي بيرتب معاك عايز اسبوع اجازة حديك اسبوع بس صار بعد ايام اسبوع ما تجيش النادي ما تعملش الروتين اليومي بتاعك فبالتالي لما هترجع بعد الاسبوع هتبقى مشتاء ان انت تلعب كورة هتبقى مشتاء للتدريبات هتبقى مشتاء ان انت تقعد مع زميلك هتبقى مشتاء ان انت تشوف اللعيب او مرة اخرى فالاجازة ما بتبقاش اجازة من التدريب بس لا الاجازة معنى المعنى الشامل للاجازة فحتى لو انت بتتمرن فانت في اجازة اجازة من زميلك اجازة من الملعب اجازة من الروتين اليومي اللي انت بتعمله فهو ده اللي أنا بقوله أن كل لعبة النادي الأهلي خدوا في الأسبوع اللي خدوا أربع تيام أجهزة سلبية هناك بعض اللعبين خدوا تلاتة كمان وابتدوا في اليوم الرابع يشتغلوا وفي بعض اللعبين أخدوا أربعة وابتدوا في اليوم الخامس يشتغلوا بعض الأمور أو بعض الأمور الخاصة ما بينهم وما بين الجهاز الفني ومخطط الأحمال أنا بس حبيت أشرح لحضرتك علشان أنا سمع كلام كتير يخص هذا الأمر وأسمع من هنا كلمة وده يقول لك أصلش معنا داهم أجهزة سبوع هو مش أجهزة سبوع كتير وعلى فكرة يعني أنا سمعت كابتن شوبير كان معترض كابتن شوبير واحد من أكبر الأهلوية في مصر معروفة يعني فيعني كابتن شوبير كان معترض حقه ويمكن ما يعرفش هذا الأمر أو يمكن لما عرف هذا الأمر عرف بعد كده فهيبتدي يعرف أن الموضوع بيبقى فيه رايح جاي أو بيبقى فيه تمرين معين الناس بتاخدوا أو اللعبة بتاخدوا وبالتالي هي مش سبع تيام أجهزة كراحة سلبية مرة تانية في فترة التوقف الدولي اللي هتنتهي يوم 20 نوفمبر الحالي بعد مباراة مصر أمام سيرليون اللي هتكون في ليبريا بالمناسبة الأهلي هيلعب مع أول ما هنرجع إن شاء الله الأهلي هيلعب مع مدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا في دور المجموعات يوم 25 يعني الدوليين هيرجعوا من ليبريا على القاهرة وبالمناسبة رحلة شاقة وطويلة ومن هنا هتبدأ تحديات النادي الأهلي هنلعب في دوري أبطال إفريقيا مبارتين هنلعب في الدوري مبارتين وفي دوري أبطال إفريقيا مبارتين هتلعب مباراة مدياما ثم مباراة سموحة أو البلدية مباراة في الدوري يعني وبعدين تروح ينجي أفريقيا وبعدين ترجع تلعب مباراة في الدوري وبعدها كاس العالم للأندياما في المملكة العربية السعودية فأكيد فترة الراحة بيكون فيها إعادة للحسابات زي ما قلت لحضرتك وإعادة للترتيب إذا كنت حضرتك بتتكلم عن الفترة دي ممكن تكون الراحة فيها طويلة شوية إذا كانت راحة سلبية يعني وهي مش راحة سلبية وأنا شرحت لك ولكن لما تبص ما بعد الراحة إيه اللي هيحصل زي ما قلت لك هتلعب ميدياما بعدها ب3 أيام مباراة في الدوري بعدها ب3 أيام هتسافر تنزانيا عشان تلعب ينجي أفريكنز بعدها ب3 أيام هترجع تلعب مباراة في الدوري بعدها بيومين 3 هتسافر إلى المملكة العربية السعودية عشان تلعب أولا مباراةك في كاس العالم للأندي فعلشان كده أنا بيقول لحضرتك أن الراحة مهمة ولكن إزاي أدي الراحة ودي الراحة لمين هو الرجل ما بطلعش يشرح كل حاجة ويقولك أنا عملته وخليت ده ما بيتشرحش ولكن لما عرفت أنا من معظم الناس اللي أنا عرفت بينهم ومصادرنا وطلعت وقلت لحضرتك لأنه كمان بيني وبينكو الراحة بتدي فرصة للمدرب أنه هو يبعد عن ضغوط العمل اليومي وده المدرب واللعبين لأنه في وقت ضغط المباريات المدرب واللعبين مش هيفكره غير في المباراة اللي جاية مفيش وقت غير للاستشفاء فقط لغير